اسلام عليكم وتاريخها وأبطال هذه المعارك وقضاياهم وما الفرق بين المعارك قديما وحديثا والكثير من الملح واللطائف في هذا الباب وظيفي فيها هو الدكتور عبد الرحمن قائد حبيب الشعب أبو أسامة يا مرحبا بنور الشرفة أهلا وسهلا حياكم الله الشرفة بنوره بأصحابه الله رضا عليك وبرك لك أنا بداية البودكاست ونحط اسمك في القائمة عندي أبدا صديفك ولو أديش طب الاسم من الستة هذه عشان نكرر الاستضافات إن شاء الله ما تصير الاستضافة يتيمة لا أبدا بإذن الله إن شاء الله ما تكون بيضة تديك إن شاء الله نستمر إن شاء الله يا مرحبا عاد فتحت على نفسي باب البودكاستات فإن شاء الله يعني نستمر بإذن الله يا هلو سهل ومرحبا أول شيء مبروك ما شاء الله أربع كتب في معرض الكتاب هذا الله يبارك فيك الله ينفع بها هام شيء البركة والقبول يا رب تعطينا كذا فكرة عن الكتب هذه الأربعة هذه الكتب أربعة مختلفة للموضوعات في كتاب منها عن الكيمياء القديمة الكيمياء مرت بطورين أو بمرحلتين في كيمياء قديمة وفي كيمياء حديثة الكيمياء القديمة هذه اللي كانت فكرتها تحويل المعادن الرخيصة أو الخسيسة كما يقال إلى المعادن الشريفة أو المعادن النفيسة يعني تحويل الحديد مثلا أو الرصاص أو إلى الذهب أو الفضة هذه كانت مرتبطة بالسحر قديما لا ما العلاقة بالسحر يعني هي في حد ذاتها عملية تحويل كيف يتم التحويل هذا إما بأدوات طبيعية عملية يعني تكليس وتقطير وتبخير وأدوات وأشياء كذا هذا هو أصلها لكن كان بعضهم لأنه هذه طبعا خيالية ولا يمكن عملها بهذا الشكل فكان بعضهم بعضهم ليس كلهم بعضهم يحاول إهام الناس بأنه تمت عملية التحويل عن طريق السحر يسوي حركات يعني اللي هي السيمياء تخيل ظاهري حيث يوهم الناظر إنه والله شوف كيف حولت لك هذا الحديد إلى ذهب لكن هذا ليس حقيقة الكيمياء الكيمياء هي التحويل نفسه لكن بعض الناس كان لما عجز عن هذا العمل صار يوهم الناس بإمكانية التحويل عن طريق السيمياء أو عن طريق السحر جميل هذا هو الكتاب الأول طبعا هذا فيه أو هو طبعا قسمين ملحق دبنا قيم أي هو قسمين القسم الأول لقسم الدراسة اللي هي تتبعت فيها مفهوم الكيمياء ما هو في اللغة وفي الإصطلاح وعند العلماء ثم تتبعت اختلاف العلماء في إمكان الكيمياء طبعا يعني هل هي ممكنة طبيعيا هل يمكن أن يقع هذا على الواقع ثم مستوى ثاني هل هذا جائز ولا مجائز فيه مقامين فيه مقام الإمكان الطبيعي ومقام الحكم الشرعي والمسألة فيها خلاف في هذا وفي هذا بعض الناس يظن أن المسألة إجماعية كثير من الناس يظن أن المسألة إجماعية وليست إجماعية فيه خلاف في هذا وفي هذا وبعض الناس يظن أيضا أن فقط ابن تيمية وابن القيم اللي عندهم موقف من الكيمياء والحقيقة ليس ابن تيمية وابن القيم عندهم موقف من الكيمياء هذه مسألة مشهورة وفيها خلاف طويل لكل الناس الفلاسفة والمعتزلة والمتكلمين والفقهاء وأهل الحديث كل الناس يعني هذا هو الكتاب الأول طبعا هذا القسم الأول القسم الثاني في نص محقق للإمام ابن القيم رسالة أول مرة تطبع كانت الناس ظنونها مفقودة وعثر عليها الحمد لله كيف تحت عليها دي ماشاء الله كيف تحت عليها لا مو بنتحت عليها طه عليها أحد الفضلاء الباحثين ويعني بيّنت هذا في الكتاب وطبعا هي في مكتبة خاصة في حضرموت ونسخة نفيسة جدا وعليها خط الإمام ابن القيم مكتوب عليها يعني هو قرئت عليه وكتب عليه إجازة للقارئ فهذه الرسالة هي القسم الثاني من الكتاب اسمها نصيحة الأغبياء البطلان الكيمياء الكتبة الثانية الكتبة الثانية عندك الكتاب الثاني كتاب أدبي هو سيرة معرفية لأحد الأدباء الكبار المعاصرين هو المازني وكتاب سميته العمر الذاهب رحلة المازني المعرفية من القراءة إلى الكتاب هذا كتاب في غاية الجمال كتاب لذيذة جدا وممتع جمع ولا كتبت أنت لا هو جمع من مقالات المازني ومن كتب المازني ومن مقالاته جمعت فيه رحلته المعرفية من القراءة إلى الكتاب لكن قدمت لو مقدمة طويلة يمكن 50 صفحة عن المازني وعن رحلته مع القراءة والكتابة فهذا الكتاب الثاني الكتاب الثالث هو كتاب جمعت فيه مجموعة من النصوص للإمام الذهبي الغالبة لم ينشر سميتها شذور الذهب لأنه ذهب والإمام الذهبي وهذه شذور قطع سميت شذور الذهب فيها مجموعة رسائل فيها رسالة في قراءة الحديث شهادة الإمام الذهبي على قراءة الحديث في عصري كيف كانوا يقرؤون الحديث هذا كان يسرع هذا كان يستاجل وصف فيه قراءة ابن تيمية والمزي والبرزالي والسبكي والرسالة الثانية في معرفة القرون يذكر في كل قرن قسم الأمة إلى مجموعة قرون كل قرن 40 سنة يذكر في كل قرن من كان الخليفة فيه ومن كان أشهر القراء وأشهر المحدثين وأشهر الفقهاء وأشهر الزهاد وهناك أيضا رسالة في من كان فردا في زمانه من كان فرد في زمانه في أي صنع من الصناع أو علم من العلوم ورسالة في مسألة في السماع والغناء وفصل آخر في الغناء أيضا وآخر النصوص هو وصية لإمام الذهبي كتبها لبعض أصحابه وصية جميلة ذهبية فهذه مجموعة نصوص محققة جمعتها في هذا المجموع اللي سميته شذور الذهب بدلا ما تكون كل واحدة تطبع لوحدها جمعتها في هذا الكتاب الكتاب الرابع لإمام الذهبي أيضا هو كتابه فضائل البلدان هذا ليش استقل على البقية؟ لأنه كتاب كبير ولأنه هناك تعليقات كثيرة وحجمه أكبر من هذه ولأنه الحقيقة لم يصن كتاب الذهبي نفسه ولكن وصلنا منتخب من أحد الحفاظ وهو الحافظ أحمد بن أيبك الحسامي ابن الدمياطي هذا التقل بإمام الذهبي وهو من الحفاظ ومن المحدثين ووقف على كتاب الذهبي وانتخب منه انتقى منه يعني استخرج من كتاب الذهبي انتقى منه مجموعة من النصوص سمى هذا منتخب من كتاب البلدان فضائل البلدان لشيخنا الإمام الذهبي الكتاب الأصل مفقود ولا موجود؟ لا الكتاب الأصل لم يوجود كتاب الذهبي لكن هذا منتقى من الأصل وهذا نقله من خط الذهبي ثم زاد عليه زيادات زاد عليه زيادات في البلدان وفي الأحاديث فأنا درست هذا الكتاب وخرجت الأحاديث تخريج يعني وسط ليس بالمطول ولسه المختصر وقدمت بمقدمة أظن أنها نافعة وغير مكرورة في فضائل البلدان عن أحاديث فضائل البلدان أين مضانها ما أسباب تساهل الناس في روايتها ما أسباب كثرة الوضع فيها ثم ما حقيقة تفضيل الأمكن والبقاء لماذا إذا فضل الله بقعة أو مكانا من الأماكن أو بلدان من البلدان هل هو لأن ذلك المكان فيه خاصية بها صار فاضلا ولا أن الفضل جاء من أشياء خارجية ليست من ذات المكان هذا فيه خلاف ذكرته في هذه المقدمة هذه الكتبة الأربعة ما شاء الله عسى دوم ما تنقطع مدادة المعرفية هذه الله يبارك فيك أحسن الله أن ينفع بها وأن يتقبل يا رب يا رب طيب ندخل الآن في الموضوع عن المعارك الأدبية نقلة كذا كذا عرضوا لأي بس كذا تعريفية وتمهيد نعم الآن بس قبل أن ندخل في المعارك الأدبية وأبرز المعارك وروادها ماذا نقصده بكلمة معارك الأدبية هل الكل عالمين يختصمون قلنا هذه معارك أدبية نعم أول شيء عندنا كلمتين عندنا معارك وعندنا أدبية أظن المعارك واضحة حواري هذا المقصود بالمعارك يعني السجالات أو التفاعلات الفكرية النقدية التي فيها اختلاف في الرأي فيها أكثر من الرأي وفيها يعني رأي ينقض رأي إذا كان متفقين فهذا ما صار في معركة لكن لازم في رأي مقابل لرأيه ولازم أن هذا الرأي ظهر بعد الرأي الآخر يعني ما يكون ظهر في وقت واحد لازم يكون هذا ظهر بعد هذا ونقض هذا الرأي السابق نقض هذا الرأي السابق لابد أن يكون فيه اختلاف واضح إذا كان اختلاف يعني يسير أو اختلاف يعني ليس لابال فهذا ما تسمى معركة لازم يكون شيء فيه يعني أكشن فيه يعني يعني خلاف حقيقي يعني طبع هذه المعارك بهذا المعنى لكن الأدبية كلمة أدب وش تفهم إذا قلنا معارك أدبية ليش ليش بنقول مثلا معارك فكرية أو معارك علمية ليش هل هذا خاص بالأدب فقط من قالب أدبي في المعركة هذه قلنا أدبية لو مثلا كان ما في صياغ أدبية تخرج من المعارك الأدبية لا هم عندهم تقسيم إذا قالوا أدبي لا يخصون الأدبي بمعنى الأدب اللي هو الأدب العربي إنما أدبي في مقابل أيش؟ علمي أذكر أول في أيام الثانوي قسم علمي وقسم أدبي أدبية يدخل فيه كل شيء دراسات إسلامية الفكرية كل شيء يدخل فيه كل فيه ولهذا فيه بعض الجامعات عندها كلية الأداب كلية الأدابة تحتها كل شيء قسم دراسات إسلامية وجغرافية وتاريخ وكل الدراسات الإنسانية اللي ما هي علمية ما هي طبيعية هذه يعتبرون أدبية طبعاً هذه مستوردة من الغرب لأن عندهم العلم كلمة علم هذه ما تطلق على شغلنا هذا اللي هي دراسات لا علم يعني كيميا فيزييا رياضيات علم الطبيعية هذه أيها هذه هي التي اسمها علم ما عداها كله أدب كله إنسانيات كل يعتبرون أدب نعم كل هذه يعتبرون هذا ولهذا كثير من الجامعات في الدول العربية ما في كلية الشريعة لكن فيه شيء يسمه كلية أداب كلية الأداب هذه فيها تحتها الأقسام هذه اللي هي الأقسام الشرعية والأدبية والفلسفة كل هذه تحت يعني كلية الأداب جميل تمام حتى هذا يعني صار يدخل في أشياء ثانية يعني مثلاً عندك فيه كتاب مشهور للمستشق الألماني بروكلمان اسمه تاريخ الأدب العربي هذا فيهرس ل المخطوطات العربية عبر التاريخ الإسلامي بعضنا نستظن إذا قرأ تاريخ الأدب العربي أنه خاص بالأدب العربي له الشعر والنثر وكذا هو لا يقصد لا أدب العربي يعني التراث العربي كله العقيدة والحديث والفقه والأصول والمصطلح والسيرة كله ولهذا الترجمة هذه ما كانت دقيقة يعني يعني بعض الناس يعني بعض أهل العلم اقترح أن تكونوا ترجمة تاريخ التراث العربي منهم الدكتور بشار عواد معروف وعنده خبرة بالألمانية يقول أحسن أن تكونوا ترجمة تاريخ التراث العربي وهذا اللي سواما فواد سيسكين لما جاء بعده اللي في كتاب سماه تاريخ التراث العربي ولم يقل تاريخ الأدب العربي لأنه كلمة أدب صارت تقتل عند الناس بأنه اللي هو الفرع المعرفي هذا الخاص بالشعر والنثر وما يتصب بها فإذا قلنا المعارك الأدبية لا أقصد المعارك الأدبية الخاصة بالأدب العربي لا إنما المعارك اللي هي في كل المعارف الإنسانية سواء كانت في الفكر أو في الحديث أو في الأدب إلى آخرين حتى في مصر في دار الكتاب المصرية عندهم شيء يسمونه قسم أدبي القسم الأدبي هذا يدخل فيه كل المعارف الإنسانية وهذا يعني انتشر في العالم العربي والإسلامي تأثر من المستشتقين ومن الحضراء الغربية لتحصر مفهوم العلم أو اسم العلم على العلوم الطبيعية التجريبية العلم الطبيعي التجريبي هو الذي يعتبرونه علما لأنهم ناس علمانيين الأشياء الثانية ما يعتبرونها علما يعني يعتبرونها آداب نصوص آدبي ولهذا هم يقرؤون القرآن يعني مو يقرؤون القرآن يدرسون القرآن على أنه نص تاريخي المصر الشقي ما يتعاملون مع القرآن كمان يتعامل معه بنفس القداسة وبنفس الإيمان بأنه واحد من عند الله يتعامل معه على أنه نص تاريخي مثل ما يدرس المعلقات ولا يدرس أي كتاب تمره قابلت واحد مستشرق ألماني كبير اسمه ميكلوش موراني كبير فوق ثمانية عمره فبفضل الكلام كان يقول لي ليش ما نحقق القرآن نجيب المخطوطات ونقول في نسخة باء كذا وفي نسخة جيم كذا لأنه ما هو يعني ما يتعامل مع القرآن على أنه نص محفوظ إلهي لا على أنه نص تاريخي مثل أي كتاب مثل ما يحقق الكتاب المدونة لمالك ولا أي كتاب أغثر ألم كمان تفكير ممكن في الإنجيل في النسخ وكذا فيضن كذا في القرآن لأنه عندهم اختلافات ممو مثل عندنا عندنا القرآن لا يحتاج تحقيق لأنه محفوظ في الصدور ينقله ملايين البشر عن ملايين البشر لا يحتاج نسخة خطية مكتوبة في أي قرن حتى إذا بعض الناس يفرح لما وجد نسخة خطية قالوا من القرن الأول لا يحتاج أصلا يعني القرآن منقول سماعا أبلغ وأعظم هذا من ألف نسخة خطية هو منقول حفظا يعني ينقله ملايين الناس عن ملايين الناس فلسنا بحاجة يعني إلى هذا الأمر جيد أنا كنت أبغى أسأل في قضية الرصد التاريخي لأول معركة أدبية لكن على هذا المفهوم الواسع اللي طرحته المقصود بالمعركة أدبية أظن السؤال هذا بيكون صعب اللي حاط فيه في أول رصد تاريخي لمعركة إلا إن كان حددناه في التاريخ الإسلامي طبعا نحن خلينا في التراث الإسلامي لأنه غير التراث الإسلامي شغل الفلسفة اليونانية واليونان سقراط وارسطو وفلاطون يعني هذول عندهم أشياء لكن خلينا في جماعتنا ملعب نعم خلينا في جماعتنا في التراث الإسلامي في معارك في معارك لكنها لم تكن تأخذ شكل المعارك الأدبية المعاصرة لماذا؟ لأن التواصل السهل لم يكن كما كان كما هو اليوم يعني الآن إذا كتبت أنت مثلا مقال أو كتاب أنا أستطيع أن أرد عليك وأن ينشر ردي مباشرة في نفس اليوم ربما أول يوم الثاني أول أسبوع الثاني على أبعد مدى ويقرأه الناس وأن تستطيع أنك ترد فورا ويقرأه الناس أيضا بينما أول الموضوع يعني صعب ويأخذ وقت إلى أن يقرأه الناس لأنه يعني إنما ينسخ الكتاب نسخة واحدة وإذا أراده شخص آخر راح ينسخ منه نسخة واحدة ونسخة ثالثة فالنسخ محدودة وإطلاع الناس عليها ليس سريعا ولهذا لم يكن التفاعل سريع لم يكن التفاعل سريع ولهذا أغلب الردود لم تكن بين المتعاصرين الكتب أغلبها بعضها موجود بين المتعاصرين لكن معظمها معظم الردود دائما تكون متأخر يرد على من سبقه على متقدم هناك ردود للمتعاصرين لكن الغالب أن يكون رد يعني المتأخر على المتقدم وهناك نماذج كثيرة لما يمكن أن نسميها معارك أدبية متقدمة يعني مثلا عندنا من أوائل هذه التي يمكن نسميها معارك لما ألف سيبويها الكتاب جاء بعض النحات وألف عليه كتب غلطه في بعض المسائل منهم المبرد مثلا لو كتاب سماه مسائل الغلط انتقد فيه سيبوي في مواضع من الكتاب وسماه أنه غلط فيها همهم عاصر لا 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 بعد سيبوي فجاء الناس بعد المبرد وردوا عليه فجاء مثلا ابن ولاد وألف كتاب سماه الانتصار لسيبويها على المبرد وجاء ابن درستويه وألف كتاب سماه النصرة لسيبويها على النحويين وهكذا من النماذج أيضا الغزالي له كتاب مشهور سماه تهافت الفلاسفة تهافت الفلاسفة رد فيه على الفلاسفة وكفرهم في أو خطأهم في عشرين مسألة وكفرهم في ثلاث منها فجاء واحد بعد الغزالي وهو أبل رشد وألف كتاب سماه تهافت التهافت هذا الجد ولا الحفيد لا الحفيد نعم ألف كتاب سماه تهافت التهافت الغزالي كتابه اسمه تهافت الفلاسفة وهو كتابه تهافت التهافت رد الغزالي نعم هذا طريقة تركيب العنوان له نموذج مشابه معاصر كان فيه واحد نحوي في دمشق مشهور اسمه يوسف الصيداوي توفي قبل سنوات نحوي كبير ولغوي كبير ألف كتاب في النحو سماه الكفاف الكفاف صاغ النحو صياغة جديدة وخالف النحات وقرب النحو بطريقته وله اختيارات وأشياء فيها تجديد وفيها مخالفة للنحات فجاء أحد النحات الكلاسيكيين وهو الدكتور وحمد الدالي وألف كتاب سماه أو ألف مقالة أو بحث كبير سماه جزاف الكفاف يعني أن الكفاف هذا فيه مجازفات جزاف الكفاف فجاء الصيداوي ورد عليه كتاب بمقال أيضا وبحث في نفس المجلة بعدها وسماه جزاف الجزاف مثل تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت ففي التراث الإسلامي الكتب اللي فيها يعني ردود كثيرة جدا يعني سواء كان كتاب على يعني كتاب يرد على كتاب مثل مثلا من الكتب المشورة كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام هو رد على كتاب واحد شيعي اسمه منهاج الكرامة الحلي فهذا كتاب واسمه منهاج الكرامة وشيخ الإسلام يسمى كتابه منهاج السنة يرد عليه الانتصار هذا المفردة اللي هي دال على الرد كثيرة في الكتب يعني كتاب الانتصار من ظلمته تمام للمرزوقي مثلا وكتاب الانتصار لثعلب لبن فارس ثعلب له كتاب الفصيح من الكتب المركزية والمؤسسة والمشورة في اللغة جاءوا ناس بعده وألفوا ردودا عليه وخالفوه وخطأوه فجاء من فارس وألف الانتصار لثعلب دافع عنه ورد على من عندك أيضا كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي لابن الخياط المعتزلي وكتاب الانتصار لحنين بن إسحاق من علي بردوان الطبيب لأبي أميز صلت ابن عبد العزيز والانتصار للزمخشري من ابن المنير على مدينة العراقي والانتصار ممن عدل عن الاستبصار لابن السيد البطل يوسي يرد على أبي بكر ابن العربي لأن ابن السيد له شرحة على سقط الزند لأبي العلا واللزوميات فجاء ابن بكر ابن العربي الإمام الفقيه ورد عليه في بعض المواضع فجاء ابن السيد ورد وألف هذا الكتاب يرد فيه على ابن العربي يسمىه الاستنصار الانتصار ممن عدل عن الاستبصار طيب شيخنا لأن الشعراء أبرز معركة عن فهجرير والفرزدق ودخلت الأخطال معهم هل هذه ما تعتبر معاركة دبية لا ما تعتبر معاركة دبية لأنها ما هي مكتوبة لأنها مجرد قصائد يعني لها اسم ثاني سموها مناقضات أو سموها نقائض عفوا سموها نقائض ولهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى لو كتاب سماها كتاب النقائض بين جرير والفرزدق جمع النقائض اللي هي هذا يقول قصيدة فيأتي مثلا فرزدق يقول قصيدة فيأتي جرير ويقول قصيدة على نفس الوزن والقافية يرد علي فيها فألف هذا اللي هو كتاب النقائض أنا شفت بعضهم يحط اللون المختلف يصنفه كالمعاركة الأدبية مثلا تعرف أنت فيه الوقوف على طلال والبكائيات وفيه بعدين أدب التجلد لمثل أبو نواس يقول قل لي ما يبكي على رسم درس واقفا ما ضرر لو كان جلس يعني هذا اللون لما نجيب لون مختلف للون موجود نصنفه من المعارك أو لا 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 هذا ما أعتبر معارك إنما هذا اختلاف في وجهة النظر يعني هو نوع من التجديد أو من الخلاف أو من المخالفة للرئيس الساب خليني بس نجيب من الأمثلة الحلوة الطريفة في مسألة الردود هذه اللي كانت في التراث الإسلامي لأنها لا مشهورة كثيرة الناس دائما مشغولين بالمعارك الأدبية المعاصرة دائما مثل ما قلت إن المعارك فيها يعني يعني فيها جلبة الحرب وقعقعة السيوف وأصوات في متن مشهور عند الزيدية اسمه متن الأزهار متن الأزهار هذا متن لطيف في الفقه اللي شرح الشوكان هو هذا أي نعم اسم هذا الشوكاني ما شرحه حين أقول لك اسم هذا يشتوى فيها الشوكان هذا المتن اسمه الأزهار وهذا من الأسماء الطريفة يعني نادرا كتاب فقه يكون اسمه لطيف كذا إلا الله فيه كتاب الروضة المربع يعني الروضة المربع شرح زاد المستقنع فهذا المتن اسمها الأزهار في فقه الزيدية فجاء الشوكاني طبعا هم ألفوا كتب في شرح هذا المتن وعناوينها لطيفة يعني واحد من الكتاب يسمى الغيث المجرار على الأزهار يعني غيث نزل على الأزهار يعني حلو لطيف يعني الشوكاني وش سوى الشوكاني جاء انتقد هذا المتن الزهار فايش سمى كتابه السيل الجرار هو هذا السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار تخيل سيل الجرار متدفق على حدائق الأزهار وش سوى فيها حرم حديقا فجاء واحد من الزيدية ورد على الشوكاني رد على كتاب الشوكاني وش يقول هذا السيل الجرار وجاء على حدائق الأزهار فلابدو يجيب شيء أعظم منه فألف كتاب ضخم سمى الغطمطم الزخار المطهر لرياض الأزهار من أدناس السيل الجرار يا لطيف هذا كتاب كبير السماوي طبع من ستة أجزاء فقط وأظن وما أكمله من الكتب اللي صار عليها يعني صارت سلسلة معارك يعني مثلا كتاب الصفدي شرح لمية العجم بكتاب غيث الأدب الذي انسجم بشرح لمية العجم فجاء ابن الدماميني بدر الدين ابن الدماميني وألف رد على كتاب الصفدي سماه نزول الغيث الذي انسجم فجاء واحد بعد ابن الدماميني وألف رد على كتاب ابن الدماميني وانتصر للصفدي كتاب سماه تحكيم العقول بأفول البدر بالنزول طبعا يعني هذا مثل ما قلت باب واسع جدا ودائما يعني عنوينه فيها يعني جلب أو كده الصارم المنكي في الرد على السبكي الصارم يعني السيف يعني الكاوي لدماغ السخاوي يعني عنوين يعني دائما تكون فيها كده والمحتوى يكون كده مثل انوان شديد لا لا طبعا فيه تكون عبارات شديدة وقاسية كده لكن سواء كانت قاسية لفظيا وهذا كثير فيها أو كانت يعني فيها حدة لا لا بد تكون فيها حدة مدام رد ونقد لازم يكون فيها حدة ما يكون يعني لطيف كده لكن بعض الناس يتفاوتون في هذا في من يضبط عبارته وتكون عبارة علمية خالصة وفي من لا يتجاوز ويذكر بعض الانطباعات الشخصية وكده والناس يتفاوتون في هذا جيد هو الان المشكلة البارزة مثل ما ذكرت انه الان في المعارك هي معارك القرن المسلم هي العصر الذهبي صحي معارك صحي طيب ابرز هذه المعارك ليش كانت تقوم على اي اسباب المعارك الأدبية في العصر الحديث أو في القرن العشرين في مصر خاصة وفي العراق وفي الشام هي ممكن تكون في مصر أعلى نسبة من المعارك ثم في العراق ثم في الشام ثم في لبنان ثم في السعودية في الجزيرة أيضا كانت في معارك كثيرة مشهورة خاصة في الحجاز في الصحافة أنا طرح صالة واحدة بس في صوت الحجاز بين حمزة شحاتة أوه حمزة شحاتة وبينه وبين محمد حسن عواد يعني كانت والفلالي وكانت معركة مشهورة بين الشيخ حمد الجاسر وبين عبد القدوس الأنصاري في جيم جدة مدينة جدة هل هي جدة ولا جدة في ضبط الجيم بس صارت بينهم معركة طويلة ومقالات طويلة ثم جمعت في جزء كبير في كتاب كبير بعض الناس كان يقول وش الفائدة من هذه لا في أبحاث علمية تنتج من هذه المعارك كما سوف يأتي قلينا أول شيء نذكر بعض المصادر اللي اهتمت بجمع هذه المعارك والتعريف بهذه المعارك ثم ننتقل إلى ما هي أهم هذه المعارك وما هي أسبابها وما هي فوائدها كيف نستفيد منها لكن في البداية خل نعطي المستمع أنه يعرف وش أهم المصادر للمعارك لو أراد أنه يرجع لها من أشهر الكتب في أيد الناس للمعارك الكتابين اللذاني ألفهم الأستاذ أنور الجندي رحمه الله الكتاب الأول اللي هو المعارك الأدبية في مصر من 1914 إلى 1939 والكتاب الثاني اللي سماه المساجلات والمعارك الأدبية إيش الفرق بينه هذا مادته غير مادة هذا يعني هذا جمع فيه مجموعة من المعارك وهذا جمع فيه مجموعة من المعارك والكتاب الأول أوسع من الثاني كتاب الأول أضخم من الثاني وإن كان الكتاب الأول طبعته رديئة وصفه غير واضح لكنه موجود هناك كتاب آخر اسمه معارك أدبية قديمة وحديثة لعبداللطيف شرارة لبناني وهناك كتاب مهم جدا ومن أهم الكتب في المعارك الأدبية ولا ينتبه له الناس ليش؟ لأن الكتاب المؤلف غير عنوانه وهو كتاب المعارك الأدبية حول الشعر في العصر الحديث من بداية القرن العشرين إلى قيام الحرب العالمية الثانية للدكتور محمد أبو الأنور هذا كان عنوان الكتاب في الطبع الأولى التي طبعها في السبعينات ألف و سعمية و واحد و سبعين أظن ونفذت الطبع هذه من قديم لما عاد طباعة الكتاب سنة 2007 سماه الحوار الأدبي حول الشعر لطف العبارة كانت أول المعارك الأدبية أو المعارك الأدبية حول الشعر في الطبع الثانية خلاه الحوار الأدبي حول الشعر هو كتاب في غاية الأهمية والباحث متمكن هو باحث كبير يعني هو صاحب كتاب المنفلوطي الضخم وأخذ جالسة ملك فيصل ولكن الكتاب الناس يعني يكفلون عنه ربما لأن هذا العنوان غير جذاب الحوار الأدبي حول السعر لأنه خلاها المعارك الأدبية كان اشتهى في طبيعة الكتب جمع للمادة هذه المعارك هذا قال كذا وهذا قال كذا كتاب أنور الجندي جمع كتاب أنور الجندي فقط يجمع هذه المعارك ويذكر نماذج من كلام كل واحد من من يشترك في المعاركة لكن كتاب الدكتور محمد أبو الأنوار المعارك الأدبية حول الشعر أو الحضار الأدبي حول الشعر لا هذا فيه مناقشة ودراسة وتتبع وتحليل ومقارنة فهي دراسة جادة ونافعة طبعا هناك من جمع معارك أديب معين هذه كتب جمعت معارك مختلفة لأدباء مختلفين هناك من جاء إلى أديب معين وجمع معارك الخاصة به يعني جاء عامر العقاد مثلا ابن أخي أستاذ العقاد وألف كتاب سمى معارك العقاد الأدبية ألف كتاب سمى ثاني معارك العقاد السياسية جاء الدكتور محمد جاد البنى وألف كتاب سمى المعارك الأدبية بين زكي مبارك ومعاصري العليل الوردي أيضا هناك من جمع معاركه وهو الشماء لويس عوض معاركه الأدبية لنسيم جلي هناك أيضا حتى الشيخ محمد الغزالي محمد عمارة جمع معاركه الأدبية أو اسم هذا معاركه الفكرية هناك عنوين مضللة هناك عنوين اسمها معارك أدبية كتب اسمها معارك أدبية وفي الحقيقة أن المحتوى الكتاب ليس هو في المعارك الأدبية يعني مثلا محمد مندور له كتاب اسمه معارك أدبية لكن محتوى الكتاب ليس بالحقيقة معارك أدبية إنما هو مجموعة مقالات لمحمد مندور بعضها قد يصدق عليه أنه معاركة بعضها ليس معاركة إنما هي مقالات فيها آراء وفيها أبحاثهم نفس العنوان هذا جمع لمحمد عبد الحليم عبد الله كتاب سموه قضايا ومعارك أدبية جمع بعد وفاته وفي الحقيقة أنه مجموعة مقالات له أما المقالات اللي في المعارك الأدبية فهذه كثيرة جداً في المجلات اللي بهذا العنوان لكن كنت أذكر بعض الأمثلة على الكتب أبرز المعارك اللي صارت في القرن العشرين المعارك اللي في القرن العشرين كثيرة جداً في معارك في الأدب في معارك في اللغة في معارك في الشريعة في معارك في الفكر فمن أشهر المعارك وأهم المعارك دائماً كانت تدور حول كتاب يعني مثلاً من أشهر المعارك اللي هي المعارك المعرك التي دارت حول كتاب الشعر الجاهلي اللي يطهى سين أحضرني بس أك سؤال فقضية كتاب هذا الكتاب في نقد الشعر الجاهلي نعم أبغى فهم كيف دخلوا الشرعيين في هذا السجال وحتى وصلوا لتكفيرة طاح حسين هو الكتاب صحيح أنه عنوانه الشعر الجاهلي فكرة الكتاب تقوم على الشك في نسبة الشعر الجاهلي إلى العرب قبل الإسلام جيد وأن هذا الشعر منحول على الجاهليين وإنما صنع بعد ذلك طبعا هذا الكتاب هذه الفكرة بحد ذاتها فكرة خاطئة وباطلة وهي ليست من أفكار طاح حسين طبعا من أفكار مالكليوت لكن طاح حسين ضمن الكتاب بعض الأفكار الباطلة والتي هي متصلة بموضوع الشك في الشعر الجاهلي فشك حتى في بعض الأخبار التي جاءت في الكتاب السنة يعني مثلا قصص إبراهيم عليه السلام وما يتصل بها كل هذه جعلها كانت أساطير قابلة للشك وقابلة مع أنها مذكورة في النصوص لكن كان موقف العلماء الذين وقفوا لكتاب الشعر الجاهلي طاح حسين لأنه شك في الشعر الجاهلي أو مو شك لأنه قال بأنه غير صحيح نسبته إلى الجاهليين يقولون أن أولا بناء الكتاب هذا أو بناء الفكرة هذه كان بناء غير صحيح يعني مجرد الشك ليس هو في حد ذاته المشكلة إنما بناؤها هذه الفكرة بناء غير صحيح لأنه لم يبنى هذا الشك على معطيات علمية حقيقية لم يبنى بناء علميا صحيحا حتى هو ليس شك يعني الذي يزعم بأنه شك ديكارت ليس هو شك ديكارت الأمر الثاني هو أن الشك في نسبة الشعر الجاهلي إلى الجاهليين يؤدي إلى إشكال في إثبات بلاغة القرآن إعجاز القرآن عندما تحدى الله عز وجل العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن كان في أساس تحدي بياني تحدي لغوي أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة منه لم يكن يتحداهم بأن يأتوا بأخباره أو بمعلوماته هو في أساس تحدي بياني أن يأتوا بمثل هذا القرآن ونحن لا يمكن أن نعرف كيف وقع هذا الإعجاز إلا إذا عرفنا كيف كانوا يتكلمون وما هو أعلى بيان عندهم ما هو الشعر الجاهلي الشعر الذي هو أعلى أساليب البيان عندهم إذا أردنا أن نعرف إعجاز القرآن لا بد أن نعرف ما هو أعلى مستوى عندهم من البيان وكيف كانوا ثم لماذا عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن إذا عرفنا أعلى مستوى عندهم من البيان ثم ننظر في القرآن ونعرف لماذا لم يستطيعوا مع ما عندهم من هذا البيان أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإذا شكيت في هذا الشعر الجاهلي وقلت أنه لم يكن موجودا أساسا والذي بين أيدينا ليس من هذا ليس منتميا لهذا العصر أنت هنا يعني أوقعت إشكالا في وضوح إعجاز القرآن الكريم في وضوح إعجاز القرآن الكريم هذه يعني من أهم الإشكالات التي جعلت كثير من العلماء يردون على طاحسين وفي الأساس كما قلت لك أنه ضمن هذا الكتاب كثيرا من الأفكار الباطلة المبنية على الشك مثل نصوص الكتاب السنة والأخبار التي جاءت فيه من أخبار إبراهيم عليه السلام والأخبار عن الأمة السابقة يجعل كل هذا مما يدخل فيه الشكوى من قبيل الأساطير التي لنا أن نقبلها أو لا نقبلها أن نصدقها أو لا نصدقها أنا قطعتك عن أبرز المعارك يوم جاء كتاب آه نعود صحيح فهذا الكتاب فعلا يعني صارت تحوله ضجة كبيرة ويعني رد عليه أهل الأدب وأهل الشريعة يعني رد عليه مثل الخضر حسين شيخ الأزهر ورد عليه الطهر بن عشور ورد عليه أهل الأدب مثل الرافعي ورد عليه من ليس من أهل الأدب الخالص وإنما من المفكرين ربما أو من أهل البحث والعلم مثل الدكتور محمد الغمراوي فاشترك في الرد عليه مجموعة يعني ثم جاء الدكتور ناصد دين أسد ورد عليه أيضا الردود عليه كانت كثيرة وشكل ظاهرة من الردود لكن من الكتب أيضا اللي صار حولها معارك أدبية أو معارك فكرية كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق هذا الكتاب أيضا من الكتب اللي دارت حولها عاصفة من الردود لأنه بث فيه كثيرا من الأفكار التي فيها مخالفة لأصول مقررة وتقريرات في علاقة الدين بالدولة وعلاقة الإسلام بالحياة فرد عليه كثير من الشيوخ الأزهر ومن غير الشيوخ الأزهر من المعارك أيضا المشهورة معارك دارت حول كتاب النثر الفني لزكي مبارك معارك دارت حول كتاب البلاغة العصرية لسلام موسى من المعارك المشهورة في العصر الحديث واللي يعني لها زخم أيضا معارك هي معاركة في الحقيقة دارت من طرف واحد ربما أحمد أمين كتب مقالات في مجلة الثقافة بعد ما استقلت عن مجلة الرسالة بعد ما استقل له وفريقه عن مجلة الرسالة كتب مقالات في مجلته الثقافة عن جناية الأدب الجاهلي على الأدب العربي وأن الأدب الجاهلي هذا يعني لم يكن فيه خيال وليس فيه إبداع وأنه يعني ما منه فائدة إلى آخره الآن هو مأسس الرسالة أحمد أمين استقل عنها هو شارع يعني كان ضمن فريق تحرير مجلة الرسالة يعني الذي أسس مجلة الرسالة هو الزياد لكن كان يشاركه في تحريرها أعضاء لجنة التاليف هو الترجمة والنشر وعلى رأسهم أحمد أمين جيد ومعه مجموعة اختلفوا فيما بعد بعد سنوات مع الزياد قالوا والله أنت قاعد تكسب وكذا ومورك المادية صارت كويسة وإحنا ما استفدنا شيء اختلفوا يعني فخرجوا وسووا مجلة لوحدهم تسموه مجلة الثقافة جيد اللي رد عليهم من أيوه فجاء زكي مبارك ورد عليه فين في مجلة الرسالة يعني هذه كمان يعني أكثر نكاية أنه رد عليه في مجلة الرسالة اللي مستغرب فيه في هذه المعركة أنه أحمد أمين أعطونه قاضي وخريج الأزهر وذاك خريج السربون هو الدكاترة زكي مبارك فكذا مقريت أنا قلت كيف سايرك إذا وصحيح يعني أنه زكي مبارك يعني رد عليه رد طويل ودود طويلة يمكن أكثر من عشرين مقالة في الرد على زكي على أحمد أمين وسمىه جناية أحمد أمين على الأدب العربي أحمد أمين هو نشأته نشأة أزهرية طبعا ودرس في مدرسة القضاء الشرعي وتولى القضاء فعلا وكان يلبس العمة ثم بعد ذلك لبس الطربوش وحتى زكي مبارك في بدايتي كان يلبس العمة كان يسمى حتى الشيخ زكي مبارك لكن هي الفكرة أنه أحمد أمين متأثر بالمستشقين جدا يعني أحمد أمين واقع تحت ضغط تأثير استشراقي كبير حتى في كتابه وضحى الإسلام وظهر الإسلام وفجر الإسلام الأثر الاستشراقي واضح ومؤثر جدا في آراء أحمد أمين وأفكار ولهذا الذي يقرأ هذه الكتب لا بد يكون فطن ومنتبه لهذه الأفكار الاستشراقية المبثوثة في الكتاب في هذه الكتب وفكرة الكتاب استعراض تاريخ الإسلام التاريخ العلمي والعقلي للإسلام التاريخ العقلي للحضارة الإسلامية من بدء الإسلام إلى عصر الإسلام كان يعرض التاريخ ويبث أفكار نعم هو ينقل يعني هو لخص دراسات المستشقين مع إضافات من عنده لكن عمادة الكتب هذه هي دراسات المستشقين لخصها في هذه الكتب زكي مبارك عنده شوية اعتداد وخروج عن النمط الاستشراقي وعنده تحيز أكبر إلى العرب وإلى الأدب العربي ولهذا رد على أحمد أمين رد يعني قوي ورد حتى على طه حسين وهذه من المعارك أيضا كتاب حديث الأربعاء مثلا حديث الأربعاء لطه حسين من الكتب اللي دارت حوله معارك منها معركة مع زكي مبارك طه حسين في كتاب حديث الأربعاء صور فيه المجتمع الإسلامي الأول يعني القرن الثاني الهجري والثالث الهجري بناء على ما قرأه في كتاب الأغاني لأب الفرد الأسبهاني على أنه مجتمع له ومجون وترف ولعب وله إلى آخره ويقول أن هذا هو هذا هو صورة المجتمع الإسلامي هذا طه حسين يقول كذا هذا طه حسين في كتاب حديث الأربعاء وأصله مقالات ثم بعدين جمعت فجاء من يرد عليه رد رد عليه زكي مبارك من ضمن ما رد عليه الغمراء ويرد عليه مجموعة يجيك لما تقرأ الأغاني يجيك هذا هي المشكلة وين زكي مبارك يقوله أنت مشكلتك يا طه حسين وطبعا أستاذه وهذه من الأسباب أنه في مشكلة هو بينه وبين طه حسين هو يقول أنت مشكلتك أنك أخذت صورة المجتمع الإسلامي من كتاب الأغاني مع أنه كتاب الأغاني لا يصور المجتمع الإسلامي صور الشعراء كتاب الأغاني هو يصور مجالس الخلفاء ومجالس اللهو ومجالس القناء ليس هذا هو كل المجتمع الإسلامي وما صور المساجد ما صور دور القضاء ما صور المدارس ما صور الحياة ما صور الأسواق هو صور في هذا الكتاب مجالس اللهو في حقيقته فإذا رأت أن تأخذ صورة المجتمع الإسلامي ما تأتي إلى هذا الكتاب وتأخذ منه صورة مصغرة أو زاوية أو ركن من الغرفة وتقول إن هذا هو المجتمع الإسلامي فإذا أردت أن تأخذ صورة المجتمع الإسلامي وتأخذه من كتاب ذكر كل الحياة مثل تاريخ بغداد مثلا الذي ترجم فيه للفقهاء والقادة والبلغاء والعلماء والشعراء والسياسيين ترجم لكل أهل بغداد هنا ممكن تأخذ صورة عامة بانورامية على قول لهم تأخذ صورة متكاملة للمجتمع الإسلامي أما تأتي عند كتاب الأغاني مثل ما لو واحد جاء عند كتاب طبقات الفقهاء للشرازي مثلا واستخرج منها حياة المجتمع الإسلامي يقول الله مجتمع هذا اللي ما شاء الله كل حياتهم كتب وفقه ودروس وعلم لا هو مو هذا المجتمع الإسلامي هذا الفقهاء هذا حياة الفقهاء وهذا كتاب الأغاني حياة الأغاني وأهل الأغاني واللهو فما ينفع تأخذ من كتاب مخصص لزاوية معينة أو لشريحة معينة من الناس وتجعل هذه كل المجتمع هذا خلل أصلا فهذه من المعارك اللي دارت حول كتاب حديث الأربعاء لكن أبرز اللي دائما ترحل من المعارك ثلاثة اللي نحضره شوفه الرافعي والعقاد طاحسين هم أصحاب المشاكل خاصة خاصة زكي مبارك دائما تحصله في كل مكان أي مشكلة أيهوش زكي مبارك رابع ما عدت العدت الرافع لا زكي مبارك لازم زكي مبارك سماها الزيات الملاكمة الأدبي يقول أنا أتخيّلك ملااكمة الحلبة وجاهز وفافزاتك معك وأي واحد يبس يشوفه وش على طول حتى كان يتحرش بعض الناس وما يرد عليه يعني هو حاول يتحرش بعض الناس وما طنه شو ما رد عليه وله جاهز للعراق أحمد أمين ما رد عليه في رضي أحمد أمين ما رد عليه طبعا أحمد أمين هو ما كان يدخل في الجدال يعني قليل دخوله في الجدال زكي مبارك حاول يتحرش في الزيات أصلاً يقول أنا طبعاً ما أدخل في المعارك مع أنه هو رئيس تحرير مجالة الرسالة اللي هي أمة المعارك ومع هذا ما كان يدخل في المعارك هذه ولا يحبه شخصيته كذا فزكي مبارك حاول يتحرش بعض الناس لكن ما رده لكن هو موجود دائماً وجاهز مع قفازاته أي أحد يناديه على طول يزيد طب الحق في هذه المعارك أو إذا في معارك تتعرضه ثانية لا لا خلص هذه أمثلة الحق في هذه المعارك والاستفاف مثلاً كناس قراءة وكجمهور وين يكون هل بالضرور أن يصطف مع فريق أو فقط تابع هو أكيد مدام هي معركة لابد فيها رابح وخاسر وأحياناً يكونوا متعدلين لكن مدام هي معركة فيها رابح وخاسر لكن الرابح الحقيقي دائماً هو من هو القارئ أنا كالقارئ ما العلاقة يعني أنا لا أنا طاح سين ولا أنا الرافعي أنا الرابح الأكبر ليش لأن أنا سوف أستفيد من هذه المعركة كيف سوف أستفيد منها؟ كيف سوف أستفيد منها؟ أولاً هذه المعارك فيها تثوير للملكات فيها إفراء فيها صقل للمواهب فيها تعويض للعقل على الموازنة بين الأفكار وعلى المحاكمة بين الأقوال والبحث عن الحجج والنظر فيها لأنك لا تسمع إلى قول واحد سوف تقرأ في هذا المقال رأي طاح سين وأدلته تقول والله كلام مقاشي تيجي في المقالة الثانية تقرأ رد زكي مبارك على طاح سين ونقض لأدلته هنا أنت أمام قولين هنا تبدأ دورك أن توازن بين الأقوال أنت عرفت رد هذا على هذا وفين بيّن منهض قض ضعف وفين المثارات الغلط في الأقوال وفين التمويه وفين التدليس وفين التزوير فهذا يعودك على إثراء ملكة النقد عندك وعلى محاكمة الأفكار والموازنة بينها وعدم قبول أي شيء فيما بعد إنت لو قرأت نص ثاني أو مقال ما في معركة هو قول واحد سوف تستطيع أن تحاكم بنفسك هذا القول كما فعل ذلك الكاتب الآخر عندما نقد المقال الآخر لكن هذا مع الوقت فالمعارك الأدبية من قرأها قراءة جادة مو قرأها قراءة تسلية لا يقرأها قراءة جادة حتى يمرن عضلات عقله على التفكير الناقد وعلى الموازنة وعلى البحث عن مثارات الغلط ومواطن الإشكال والقدع العقلية والتلاعب هذا سوف ينفع كثيرا هذه أول فائدة يستفيدها القارئ والمتابع لهذه المعارك وبهذا رابح الفائدة الثانية تقوية الأسلوب المعارك الأدبية خاصة إذا كان اللي يكتبون فيها كتاب كبار مثل الرافع والعقاد وزكي مبارك وطاح سين والمازن إلى آخره هم يكتبون بأفضل ما عندهم دائما الإنسان إذا شعر بأنه محصور وبأنه محاصر يخرج أفضل ما عنده وفي المعارك هذه التي فيها انتصار للنفس وفيها رد وفيها إثبات للذات وفيها مغالبة يخرج أفضل ما عنده أفضل أم أسوأ لأنه يسبه لا أتكلم على الجانب الفكري لا أتكلم على جانب الأسلوب هو يخرج أفضل ما يظن أنه يؤذي الخصم وأنه يقنع القارئ بأنه هو صاحب الحق فالذي يقرأ هذه المعارك الأدبية يشوف يستفيد تقوية أسلوبه وينفعه إذا أراد الرد فيما بعد هو إذا أراد أن يكتب رد على أحد يصبح عنده خزينة عنده ثروة من الألفاظ من التعابير ومن الأفكار ومن الأساليب كيف يعبر عن أو كيف يعني يمسك الضحية من أي جهة أيضا من الأفكار أو من الفوائد عفواً اللي يعني يستفيدها القارئ لهذه المعارك تحرير المسائل والأفكار المختلف فيها يعني نفس المسألة اللي هي مختلف فيها أو الفكرة أو الموضوع المختلف فيه أنت عندما تقرأ سوف تطلع على هذه الأقوال وعلى هذه الأدلة وعلى هذه المعالجات أو المقاربات على أقوال المغاربة فتستفيد معرفة الصواب فيها فهذه في حد ذاتي مكسب في حد ذاتي مكسب من الفوائد الخفية اللي يستفيدها المطلع على هذه المعارك والتي يخسرها من لا يطلع على هذه المعارك تعويد النفس على تقبل النقد هذه في غاية الأهمية تعويد النفس على تقبل النقد كثير ممن لا يطلع على هذه المعارك وبعيد عن جو المعارك الأدبية والفنون الأدبية هذه تجد إنسان حساس جدا ولطيف جدا وتجرحه النسمة ويخدسه مرور النسيم فإذا واحد قال له كل معابرة رد عليه بكلما كيف ترد عليه بهذه الكلمة يا أخي هذا يتأثر ويحزن ويعني مرة يعني مع أنه كلمة عادية ليش هو بعيد عن جو الجدال والصراع هذا فلكن لما يدخل ويقرأ في المعارك الأدبية وكذا يقوى عوده ويصلب عوده ويقوى يعني بناءه ويصير يعرف أن النقد هذا عادي وأن الكلام هذا عادي يعني قيل في الرافع ما هو أسوأ من هذا قيل في محمود شاكر قيل في العقاد وأن هذه الأساليب في النقد عادية يعني أنا لا أقول أنها أساليب صحيحة قد تكون جارحة لكن هو يصير عنده مناعة عنده مناعة من التأثر ما يصير إنسان حساس جدا هش أي كلمة تجرح وتؤثر فيه وتجعله ربما يعتزل الناس ويقول خلاصا ما عدو أكتب الناس ما تحترم العلم ولا تحترم يا رجل يعني أنت قل ما عندك وإذا أحد قال شيء يعني أتركه ما عليك منه أو رد عليه إذا شيء فهذه من الفوائد اللي يعني الخفية اللي يستفيدها المطلعة والقارئ لهذه المعارك الأدبية الموقف الشرعي طيب في هذا لأن تعرفت بعض الألفات جارحة وقد يكون فيها إساءة لهذا الرموز يعني أنا أسمع رد على الرافع يكون فيه إساءة وسبله مشرعيا المناسب أكيد أنه يعني في أي خلاف بين الناس المسلم المسلم مأمور بأنه يقول بالحسنة يدفع بالتي هي أحسن وقول للناس حسنة فالمسلم ليس مطلق العقال يقول ما شاء هو مقيد بالشرع فلا يجوز له الشتم ولا يجوز له الكذب مع أنه في المعارك الأدبية يتخلى الكثير ممن يخوض فيه عن كثير من الضوابط مثل المعارك يا أخي ما نقول لك فيه ضرب تحت الحزام وفيه أشياء ممنوعة وفيه ضربات ممنوعة وفيه حركات ممنوعة نفس القصة في المعارك الأدبية مثل أي معركة يعني فيه نرأس من خصومتهم شريفة وفيه من لا خصومته غير شريفة فيه من يلجأ إلى أساليب غير لائقة إما أن يكذب أو أن يحتال أو أن يبالغ أو أن يهول أو أن يحرج الخصم بأشياء يعني ليس لها علاقة بالموضع النزاع أو أن يشتم وعني فيه بعض الناس يشتم يعني شتم غير جائز هو في الشتم هذا أنا أقرأ يعني وقفت فيه موقف محترفي يعني تتأثم من السبة وتتعجب من بلغته تنتشي فيها صحيح عاد الناس يتفننون في السب يتفننون في السب يعني مثلا من السبات العجيبة كان فيه من المعارك الأدبية بين المازني وبين عبد الرحمن الشكري المعركة هذه أنه المازني كان يقتبس أو يسرق من بعض الأشعار الغربية بعض الروايات الغربية ويدخلها في شعره وفي كلامه وفي رواياته بدون عزو بدون ما يقول فبدأوا الناس ينتبهون لهذه القضية وكان هو عبد الرحمن الشكري أصحاب جدا كان عبد الرحمن الشكري مثابة أستاذه فبدأوا الناس يكتبون فعبد الرحمن الشكري لما لاحظ هذا وتأكد منه بدأ ينصح المازني ما يصير المازني ما زال يقول له أنا والله أنسى وأنا أقرأ وما أدري ويدخل فيه ضمن كذا سبحان الله ما يدخل بعقلك إلا بس الأشياء الغربية المهم ترجوها اللي لا أحد يدري عنها المهم فبدأ يكتب عبد الرحمن الشكري في نقد المازني وفي بيان سرقاته وكذا ومن هنا بدأ الخصام بينهم فالمازني تأثر طبعا من هذا تأثر أولا لأن شكري نقده نقدا لاذعا وتأثر لأنه أستاذه بينهم ود فصار بينهم يعني ودود طويلة وكذا فمن ضمن الأشياء الطريفة اللي أقولها أنه شكري يشكر عن المازني مرة ضمن الكلام يقول المازني مثل الكرنوب الكذب يقول مثل الكرمب يقول كلما قشرته وقشرته وقشرته إلى اللي يبقى منه شيء يقول هذا المازني ما عنده شيء هو يقول كل اللي عنده ما أخوذ بنا الناس مثل الكرمب يقول قشر وحدة 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 بالأخير تكتش في النماذج في شيء تعطينا في أمثلة ثانية لهذا النماذج في مثلا الرافعي الرافعي طبعا كانه بينه وبين العقاد خصومة خصومة طويلة يعني وهذه خلينا نقول أنه ويش أسباب المعارك هذه أحيانا يكون أسباب المعارك أسباب علمية خالصة فعلا خلاف علمي أنا رأيت رأي أراه غلطا وراه مخطئا وبعيد عن الصواب فأرد عليه وحيانا لا يكون فيه مشكلة قديمة تحت الرماد فيه أشياء فمن يوم أشوف الثاني هذا اللي بينه وبينه مشكلة سابقة قديمة قال شيء محتمل يعني أو خطأ عادي أروح أنتهز الفرصة وأقضي عليه مع أنه يكون شيء عادي لو ما بينه وبينه مشكلة ما كان طالعت فيه ولا يعني رده عليه فيه ناس يعزون الخلاف بين الرافع والعقاد لهذا وأن بينهم خلاف قديم كان العقاد رد على الرافع في مسألة لغوية فالرافع ما زال بقي هذا في نفسه لا أن جاء فيه ثم رد عليه فيه والرافع يعتبر أستاذ العقاد لا 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 ليس أستاذ أكبر منه يعني هو أكبر منه في العمر قليلا يعني مو أكبر مرة أكبر منه قليلا لكنهم في نفس الطبقة يعني في نفس الجيل يعني فطبعا أيضا من الأسباب اللي هو موضوع التنافس الحزبي أنه يكون هذا من حزب وهذا من حزب أو التنافس على أي شيء مثل نفس العقاد والرافعي كان بينهم تنافس على زغلول الصلة بسعد يعني زغلول كان سعد زغلول يمدح العقاد ويمدح الرافعي يمدح هذا ويمدح هذا فمدح الرافعي بكلام مشهور ومدح العقاد بعبارة لما سماه الكاتب الجبار وفينا سقولوا أنه لا ما سمى الكاتب الجبار للعقاد سمى فيه عبد القادر حمزة ما علينا المهم أبو غجيم بالاسم هذا المثال اللي قلتها له العقاد الرافعي كتب مقالات في نقد العقاد مقالات قاسية جدا جدا لاذعة لكن ما سماه لكن السوالة ما سماها باسمه يعني ما ذيلها باسمه نشره في مجلة اسمها للعصور لواحد اسمه إسماعيل مظهر كان بينه وبين العقاد مشكلة إسماعيل مظهر هذا ومن أعداء العقاد فجاء عند الرافع قال له إحنا أصحاب إحنا اليوم نتفق على العقاد أنا وأنت هدفنا واحد مصلحتنا واحدة تعال اكتب عندي مقالات في نقد العقاد ولا تكتب اسمك طبعا لو جاء العقاد عند مجلة ثانية ما رح ترضى أنك تسب العقاد بدون ما تكتب اسمك وإحنا اليسان متحملين لا تكتب شيئا تحمل الموضوع لكن عند إسماعيل مظهر في مجلة العصور أنه عنده مشكلة مع العقاد قال له تعال بس أكتب اللي تبغى وما عليك ولا تكتب اسمك وإحنا نتحمل عنك فكتب مقالات مشهورة جماعها فيما بعد في كتاب سماع على السفود على؟ على السفود أنا كنت تقرى في المكتابة كنا بيدي أحسبه على السفود لا لا السفود السفود أفول السفود السفود اللي هو السيخ السيخ الكبابة السيخ الحديد ما العنوان؟ لا حتى الصورة صورة الغلاف جاي بسيخ وحاط عليه واحد إنسان صغير كذا راسم واحد إنسان كذا صعلوق صغير كذا دخل فيه السيخ كذا كأنه دجاجة صغيرة كأنه شيش طاوق فسمى الكتاب على السفود أنه شوى العقاد على النار الميم يقول في هذا الكتاب إيش سوى؟ هذا يقول لك أنه ماكت قصومة شريفة يعني فيها طبعا الكتاب فيه نقد عالي فيه نقد يعني حلو ونقد صحيح وسلوب جميل لكن فيه أيضا سوء في الخلق وفيه يعني بذاءة وأصلا فكرة إنك تنشر رد بغير اسم صاحبي هذا شيء ماه جيد طبعا هو سمى الكتاب كتاب على السفود لإمام من أئمة الأدب العربي كذا فما يستطع إنك تنقد واحد هو من قصومك باسم مستعار هذا زي واحد يأتي في تويتر ولا يذهب ويسأل مستعار ويسأل بذلك ما يصير لكن الكتاب ممتع الكتاب على المستوى الأدبي ممتع على المستوى الأخلاقي صفر يعني على المستوى الأخلاقي صفر لكن على المستوى الأدبي جميل جدا وممتع وتقرأ وتنبسط وتضحك يعني ويكون تزعل على هذا النزول الأخلاقي اللي في هذا الكتاب المهم في هذا الكتاب ويش سوى الرافعي مسك بيتين للعقاد العقاد طبعا شعره ليس من الشعر العالي يعني يعني ليس من الشعر العالي وإن كان أصحابه يغلوم فيه ويرون أنه من أعظم الشعراء بل بايعوه بإمارة الشعر بعد شوقه بايعوه طاح سن وغيره لكن شعره ليس من الشعر العالي يعني وحتى مارون عبود يقول عن العقاد يقول أن الشعراء في كل واد يهيمون لكن العقاد هام في كل واد وليس بشهر يعني سوى كل شيء ونصر شهر المهم له بيتين مسكهم الرافعي يقول في هذا البيت يعني يتكلم عن حفيده أو عن ولد صغير ومو حفيده يعني عن ولد صغير يقول أثوابه صارت أثوابنا صارت مراحيضه أظن نحو أنه ما أنا فاك بالضبط نص البيت لكن هذه الفكرة أنه يقول أثوابنا ثيابنا صارت مراحيضه أنه كأنه يعني لما يعني نسيله أنه يعني يسر يعني يسبو هذا يعني يبول على ثيابنا هذه الفكرة طبيعية طفل صغير وأول ما عنده حفايض ولي عنده فشي طبيعي يعني لكن شوف كيف عبر العقاد عن الفكرة يعني عبر العقاد أنه يقول ثيابنا أثوابنا صارت مراحيضه الكلمة هذه مراحيضه ما تنفع في الشعر يعني ليست كلمة شعرية ليست كلمة شعرية ما في شاعر يقول مراحيضه فمشكها الرافعي لقاها طار وجلس يتقطق عليه بطول الكتاب الشاعر المراحيضي الشاعر المراحيضي طول الكتاب من أول إلى آخر كل ما جاء عن شيء وهذا الشاعر المراحيضي قال كذا وهذا الشاعر المراحيضي ياخ فهذا اللي أقول لك أنه يزول في الأخلاق يعني حتى لو أخطأ العقاد ولم يوفق في هذه الكلمة وفي هذا التعبير ما يصير أن تنزك الكلمة هذه وتلقبه فيها الشاعر المراحيض طول الكتاب كسر أنا فيها خلاص إذا جاء شيء يقول يا أسكت أنت بس يا الشاعر المراحيضي فهذا من آثار المعنى الأدبية حيب الشعب أسامة يا مرحبا نور الشرفة والصلافة ماتعة الله يرضى عنك يبارك فيك إن شاء الله أنه قلنا شيء مفيد ونافع وأنكم زودنا الكلام أو يعني تجاوزنا الحدود إن شاء الله أن يكون ما ذكرنا فيه فائدة وامتاع الله يرضى يبارك لك ويسألك يا مرحبا الله يحفظكم أهلا وسهلا بكم يا مرحبا ياكم الله في الختام على راسي من فوق هذا الوقت الذي منحته لتستمع للبودكاست وإذا كنت أول مرة تستمع لبودكاست شرفة وتأكد أن في إرشيفها شرفات ستنال على إعجابك أشكر في النشر مبارك باكرمان دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته